بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء و أفضل المرسلين سيدنا و مولانا اب القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه و على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي و أتوب إليه الأمر الخامس و الموافقة الالتزامية هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتذي موافقته عملاً يقتذي موافقته التزاماً والتسليم له اعتقاداً و انقياداً كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية أو لا يقتذي بحثنا في القاتع و أحكامه و أقصامه بعدما بينا بعض أقصام القاتع و أحكامه وتعريف القاتع و حجيته في الأمر الخامس محقق الخراسان رزوان الله عليه يتعرض لنكتة أخرى و هي عبارة عن موافقة الالتزامية و المخالفة الالتزامية موافقة الالتزامية في مقابل الموافقة العملية إذا تيقن الإنسان بتكليفه مثلاً يتيقن بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة لا شك أنه يجب عليه العمل على تبقى الوجوب و امتثال صلاة الجمعة و إصلاحاً هذه الطاعة أو هذا العمل يسمى بالموافقة العملية إذن العمل على تبقى القاتع و موافقة العملية للقاتع مما لا كلام فيه ولا ريب فيه ولا يحتاج إلى البهث نكتة أخرى إذا تيقن الإنسان في مسائل التي تتعلق بأصول الاعتقادات مثل أفرز ما هو صفات الله سبحانه وتعالى و أنها عين الذاتي و مثل توحيد الله و مثل الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن الموافقة الالتزامية والموافقة العملية كلاهما واجبتون بمعنى أن العمل على تبقى الاعتقاد والالتزام الاعتقاد بالمسائل الاعتقادية مما قبلها الجميع ولا ريب فيه الكلام كل الكلام الذي أنعقد لأجله أمر الخامس هو الموافقة الالتزامية أي القلبية أي الاعتقادية في مقابل العملية في إطار الفراعات وأحكام الشرع لو اعتقد شخصون و تيقن أن صلاة الجمعة واجبتون في عصر الغيبة امتثال العملية عليه واجبون ولكن هل امتثال الالتزامي والقلبية بمعنى أنه يلتزم قلبا أن في دين الإسلام وفي الشريعة الإسلامية صلاة الجمعة واجبتون هل هذا الالتزام القلبية يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ في خصوص هذه المسألة محقق الخراسان رزوان الله عليه وبتبعه جمع من الأعظيم بل ربما مشهور علماء الأصول ذهب أن موافقة الالتزامية في الفراعات لا تكون واجبا إذن موافقة الالتزامية في مقابل الموافقة العملية في إطار الاعتقادات واجبة بلا أي شك وأما في بإطار الأحكام مثل وجوب السوم والسلاة والحج وامثالها فبنظر المحقق الخراسان رزوان الله عليه لا موافقة الالتزامية لا تكون واجبا ومخالفة الالتزامية لا بأس بها ومخالفة الالتزامية لا تسبب العقاب أيضا بناء على رأي الذي يعتقد أن الموافقة الالتزامية كالموافقة العملية فإذا خالف الإنسان تكليفا من تكاليف المولاء اعتقادا وانتزاما معناه أنه يستهق عقابين عقاب لعجل المخالفة العملية وعقاب آخر لعجل المخالفة الالتزامية ولكن المحقق الخراسان رزوان الله عليه يستشهد بالوجدان ويستشهد با استقلال عقل الإنسان لعجل هذا بعد التمسك بالدليلين يثبت أن المخالفة الالتزامية أن الموافقة الالتزامية لا بأس بها ولا يوجب العقاب الأخرى نعم إذا خالف الإنسان التزاما تكاليف المولاء ربما يسبب بعد الإنسان عن المولاء وانحتاط درجته لدى المولاء ولكن صرف انحتاط الدرجة لا يصاوي استحقاق العقاب لعجل هذا بنظر المحقق الخراسان رزوان الله عليه لا دليل قطعية يدل على وجوب الموافقة الالتزامية وعلى حرمة مخالفة الالتزامية نعم موافقة الالتزامية ومخالفة الالتزامية يسبب انحتاط العبد وبعد العبد عن المولاء وإلى هذا الحد لا بأس به فالمعيار في جميع التكاليف مخالفة العملية وموافقة العملية وفي مقام العمل إنسان إما يخالف المولاء فيستهق العقاب وإما يتيع المولاء فيستهق الثواب ولا يتراتب هناك أي شيء آخر يقول الأمر الخامس الموافقة الالتزامية هل تنجز التكاليف بالقطع كما يقتزي موافقته عملا؟ كما يقتزي موافقة التكاليف عملا؟ إذا نجز التكاليف قطعا وعلمنا أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة بالدليل القطعي أيضا علمنا؟ يقول موافقة العملي قطعا تكون واجبتا وهذا لا كلام فيه والمسألة من الضروريات يقول هل تنجز التكاليف بسبب القطع؟ يقتزي موافقة التكاليف التزاما والتسليم لهذا التكاليف اعتقادا وانقيادا؟ كما هو الالتزام لازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية بعد يوضح أكثر مخالفة الالتزامية وموافقة الالتزامية يقول بحيث كان له لهذا العبد امتثالان وطاعتان احدى الامتثالان وطاعتان بحسب القلب والجنان والأخرى بحسب العمل بالأركان بما أنه عملا صلى صلاة الجمعة فيستهق ثوابا وبما أنه التزم بأمر المولى قلبا فيستهق ثوابا آخر يقول فبناء على هذا فيستهق العبد العقوبة على عدم الموافقة التزامان ولو مع الموافقة عملا إذا صلى صلاة الجمعة ولكن ما هو بدون موافقة الالتزامية فلأجل موافقة المخالفة الالتزامية تستهق الإقاب ولأجل عمله الخارجي يستهق الثواب هل هاكذا يكون ممكنا؟ أم لا يقول هل تنجز التكلف بالقطع يقتزي موافقته التزامان أو لا يقتزي موافقته التزامان يعني اتمام الجملة هنا بعد كم سترين فالسؤال يكون هنا أن القطع خجة لا كلام فيه و يجب امتصال الأمر القطعي لا كلام فيه إنما الكلام أن امتصال الأمر القطعي في مقام العمل أيضا يكون واجبا أو لا يكون واجبا يقول فلا يستهق العقوبة عليها فلا يستهق العقوبة عليها على القلب والجنان بل إنما يستهق العقوبة على المخالفة العملية هذا هو القول الثاني وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق القراصاني رزوان الله عليه فالسؤال الأساسي في الأمر الخاميس حول الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية في مقابل العمل الخارجي هل في حيثة القلب والنية والصفهات الذهن مخالفة أمر المولى وموافقة أمر المولى تكون لازمان يعني لها تسورون أولا المخالفة والموافقة تترتب على العمل وعلى أساس الأعضاء الخارجي محقق القراصاني رزوان الله عليه هكذا يقول الحق هو الثاني الحق هو الثاني أن الموافقة الالتزامية لا تكون واجبة كما أن المخالفة الالتزامية لا توجب عقابا وأي ذم لماذا؟ لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والإسيان بذلك أي بعدم الاقتضاء محقق القراصاني رزوان الله عليه كيف كان يستشهد بالوجدان في بحث التجري وكيف كان يستشهد بالوجدان في هجية القاتل هكذا يستشهد بالوجدان ويستدل بواسطة الوجدان على هذه المسألة أن وجدان النوع الإنسان يحكم ويصل إلى هذه المسألة أن مدار الموافقة والمخالفة هي عمل الخارجي قلب الإنسان لا دخل له أسلا بعد يقول لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والإسيان بذلك أي بعدم الاقتضاء وإستقلال العقل هذا هو الدليل الثاني من محقق القراصاني وإستقلال العقل بعدم استهقاق العبد الممتثل لأمر سيد العبد إلا المثوبة دون العقوبة ولو لم يكن العبد متسلماً وملتزماً به بأمر السيد ومعتقداً ومنقاداً له للأمر السيد يقول عقل الإنسان مستقلاً يحكم في هذه الحيتة أن العبد إذا امتسل أمر المولى في الخارج صلى صلاة الجمعة ولكن في قلبه لم يكن ملتزماً ومعتقداً بهذا المأمر به في هذه السورة عقل الإنسان مستقلاً يحكم أنه يجب له إعتاء الثواب ويجب على المولى إعتاء الثواب له كيف عقل الإنسان بالنسبة إلى قبح الظلم وبالنسبة إلى حسن العدل يحكم هكذا فيما نهن في حكمه يكون واضحاً يقول وإن كان ذلك وإن كان ذلك أي عدم التسلوم وعدم الالتزام القلبی يوجب تنقیسه يوجب عدم الالتزام والتسلیم تنقیسه تنقیس هذا العبد وإنحطات درجته وإنحطات درجته العبد لدى سيد العبد لماذا؟ لعدم اتصافه لعدم اتصاف العبد بما يلقو بما يلقو أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولا العبد والإنقیاد لها للأحكام إلى هذا الحد لا بأس به عدم موافقة الالتزامي ومخالفة الالتزامية ربما تجب انحطات العبد عند المولا إذا علم المولا أن العبد لا يلتزم في قلبه بأمره ونهيه بعد يقول و هذا غير استحقاق العقوبة إن خطات الدرجة غير استحقاق العقوبة على مخالفة العبد لأمر المولا أو نهي المولا التزاما ولكن مع موافقة هذا العبد عملا كما لا يخفى إذا في خصوص الموافقة الالتزامية كما قلنا هناك قولين علاق أصاس قول المسنف موافقة الالتزامية لا تكون واجبتا كما أن المخالفة الالتزامية لا دليل عليها ولا دليل على حرمتها دليل المحقق الخراسان رضوان الله علي لأجل إثبات المدعه وعمرين دليل الأول هو شهادت الوجدان و دليل الثاني عقل الإنسان مستقلا يهكم أن العبد الذي في العمل يكون ملتزمن وفي القلب لا يكون ملتزمن يجب على المولى مراعاته ويعتاء الثواب له هذا كله بالنسبة إلى القول الثاني يعني قول المسنف وعدلته الآن هذا السؤال يأتي أنه موافقة الالتزامية على فرض وجوبها حل دائما على نحو واحد أو لا تختلف على أساس بعض الفراعات والمسائل مثلا إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب والحرم قطعا كمثال نعرف أن دفن الكافر إما واجب على المسلمين وإما حرام على المسلمين إذا دار الأمر بين الواجب والحرم قطعا فهنا كيف يمكن من العبد صدور الموافقة الالتزامية حل يجعل التزامه على خصوص الوجوب أو على خصوص الحرمة أو على الجامع الذي يجمع بين الوجوب والحرمة يعني بعبارة نخرى من المحتمل أن يجعل التزامه بالواقع الذي يكون مخفيا عن هذا العبد لأجل هذا على أساس القول الأول يعني إذا قلنا أن الموافقة الالتزامية واجبة ومخالفة الالتزامية حرامون يقول ثم لا يخف عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكنا منها وإذا كان المكلف متمكن من موافقة الالتزامية يعني لا يكون له منع تجيب هذه الموافقة الالتزامية على العبيد ولو فيما لا تجب عليه الموافقة القطعية عملا في بعض الأحيان هناك لا يوجد ملازمة بين الموافقة العملية والموافقة الالتزامية موافقة العملية لا تكون ممكنا يعني موافقة القطعية أما الموافقة القطعية الالتزامية فيكون ممكنا الآن في مثل دوران العمر بين دفن الكافير وجوبا أو حرمتا في مقام العمل إما يدفنه وإما يتركه وعلى يهال فعل الذي يفعل وطرف الذي يمتسل هم محتمل الحرمة وهم محتمل الوجوب في مقام العمل لأجل هذا موافقة القطع لا تكون ممكنة أما الموافقة الالتزامية فتكون ممكنة العبد ينوي وهذا الشخص ينوي بينه وبين الله أنه كل ما كان في الواقع هو حكم الله التزم به لأجل هذا محقق الخراسان يقول تجب موافقة الالتزامية ولو فيما في المثال الذي لا تجب عليه الموافقة القطعية عملا ولا تحرم المخالفة القطعية عليه على العبد كذلك عملا ايذن بعض الأوقات للمخالفة القطعية ممكن وللموافقة القطعية ممكنة لإمتناعهما لإمتناع موافقة القطعية عملا ومخالفة القطعية عملا كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته كما مثلتو إذا يعلم بوجوب دفن الكافير أو حرمته على المسلمين لو يعلم هكذا يقول حتى في هذه الصورة ما أنه موافقة العملية ومخالفة العملية بشكل مقتوع لا يمكن على فرض تمامية موافقة الالتظامية تجيب مراعاتها تماماً بأي دليل تكون واجباً يقول للتمكن تجيب الموافقة الالتظامية لتمكن العبد من الالتظام بما بالتكلف الذي هو الثابت واقعاً والانقياد لهذا التكلف والاعتقاد بهذا التكلف بما هو الواقع والثابت وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمات وإن لم يعلم هذا العبد أنه أن هذا الواقع وجوب أو الحرمات بالتفسير به نفسه لا يعرف أن وزيفته الواقع في علم المولاه هو الوجوب أو الحرمات ولكن يعلم أن الواقع لا يخرج عن هذاين وفي مثل دوران الأمر بين دفن الكافر من جهة الوجوب والحرمات بما أنه في مقام العمل لا يمكن موافقة القطعية إذا قلنا بوجوب موافقة الالتظامية موافقة الالتظامية تجيب ويجب مراعاتها حتى في هذه السورة إذن لو كانت في هذه السورة موافقة الالتظامية واجبتاً في غيرها التي تمكن في مقام العمل إذن المخالفة والموافقة القطعية بطريق أو لا تكون واجبتاً لأجل هذا محقق الخراسان رزوان الله عليك بعدما أثبت هذا المدعاء الآن يقول لقائلين يقول لا موافقة الالتظامية واجبتون بشرطاً يكون التكليف بالتفسير معلوماً وإلا ما دام لا يكون معلوماً فإن إذن لا معنى للموافقة الالتظامية لأنه احتمال و اشتباه الواقع يوجد بعبارة نخرى لو يلتزم أن دفن الكافر واجب وفي الواقع هذا كان حراماً فإن إذن موافقة الالتظامية وإن كان يوجب من طرف احتمال الثواب ولكن هذا احتمال الثواب يكون في مقابل احتمال الإقاب وفي مقابل احتمال فوت مسلحة الواقع لأجل هذا يقول وإن أبيته إذا امتنعت الله عن لزوم الالتظام به به يعني بالالتظام القلبي بخصوص عنوانه بخصوص عنوان التكلف أنه واجب ونوحرام يعني بالتفسير لا بدن يعرف العبد هذا التكلف يقول لما كانت موافقة القطعية الالتظامية حينئذن ممكنة فهينئذن بالنسبة إلى دفن الكافر لا موافقة القطعية العملية ممكن ولا موافقة الالتظامية قد أن تكون ممكنة لأنه بالتفسير لا يعرف حتى ينبي ويلتزم بتكلف المولى سبحانه وتعالى يقول ولما وجب عليه الالتظام به واحد قطعا ولا يكون الالتظام على هذا المكلف أن يلتزم بأحدهما يعني اما وجوب الظاهره و اما احتمال أنه في الواقع يكون حراما فإن محذور الالتظام به زد التكلف عقلا ليس المحذور بأقل من محذور عدم الالتظام به به هذا التكلف بداهتا به بارة أخرى في مثل هذا المثال في مثل مثل دفن الكافر إذا يلتزم قلبا هم موافقة الالتظامية تحتميل و هم مخالفة الواقعية تحتميل فمن لازم موافقة الالتظامية احتمال فوت الواقع فطبعا في هذه الصورة لا يكون ممكنا و لا يبقى لنا إلا أن نقول أن الموافقة الالتظامية لا تجيب إلا إذا كنت تكلف به تفصيل معلومة فإن محذور الالتظام به زد التكلف عقلا ليس هذا المحذور بأقل من محذور عدم الالتظام به هذا التكلف بداهتا هذا إشكال الأول أو جواب الأول جواب الثاني مع ضرورة أن التكلف لو قيل به اقتضاء هذا التكلف للالتظام إذا كنت أن نفس التكلف الوجو والحرم يقتزي الالتظام القلب لو قيل به اقتضاء نفس التكلف للالتظام يقول لم يكد يقتزي التكلف إلا الالتظام به نفس التكلف عينانا عينان لا الالتزام به هذا التكلف أو به ضد هذا التكلف تخييرا هذا هو الجواب الثاني أن الموافقة الالتزامية على فرض الوجوب هذا لا تتعلق إلا إذا كننا نفس التكلف بالتفصيل معلوما وإلا إذا لا يكون التكلف معلوما كما قلنا من لازمه فوت الواقع بعض الأحيان لجل هذا ما هو لا يستفاد من الأدلة إلا الالتزام به نفس هذا التكلف أو بزده ذا كان زده في الواقع واجبا لأجل هذا بنظر المحقق الخراصان رضوان الله عليه موافقة الالتزامية خصوصا في مثل هذا الموريد إذا لا يكون الواقع مكشوفا لا تكون واجبا وطبعا بحث الموافقة الالتزامية ومخالفة الالتزامية لها ذيلون نتبعها إنشاء الله في حلقة مقبلة ولكن إجمالا كما علمنا به نظر المحقق الخراصاني للموافقة الالتزامية واجبتون وللمخالفة الالتزامية واجبتون وخصوصا هذا بنفسه أصبح محل الكلام أنه ما هو المراد بالموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية إذا كان المراد بالموافقة والمخالفة هيا قصد القربة خب بدون شك قصد القربة خصوصا في العبادات واجب الرعاية لا شك أنه في العبادات النية وقصد القربة كأمر مقارن يجب أن يكون من أول العمل إلى آخر العمل لأجل هذا بعضهم قالوا المراد بموافقة الالتزامية ومخالفة الالتزامية هي الالتزام القلبي إنسان هنا ما يثبت له بالدليل أن صلاة الجمعة واجبتون مثلا فقلبا يلتزم أنها في الواقع وإن الله إذا نكون هكذا ويكون واجبا لأجل هذا هذا البحث بنفسه من جهة بيان الموضوع أي المراد بالموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية تحتاج إلى التنقه والبحث وعلى أيها البحث بيانت لكم هذا التقرير وهو الذي يكون عادة في السنة الأصوليين والفقهاء ولكن مهما كان الهال إلى الآن موافقة الالتزامية أثبتناها على طبق هذا القول كما أنها واجبتون حتى في هذه الصورة إذا كانوا هناك في أطراف الشبهة وفي أطراف العلم الإجمالي وعلى أيها البحث بما أن لهذا البحث زيل وإن شاء الله بحث الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية ستأتي في حلقة أخرى نكتفي بما ذكرناه غفر الله لنا ولكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحا وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة برحمتك يا أرحمى الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة